اتجاه داخل النادي الأهلي قوي جداً واسمع مني الكلام اللي بقولولك ده بخصوص ايه؟ بخصوص تكرار تجربة مانويل جوزي مع النادي الأهلي ازاي؟ الناس في النادي الأهلي طايرين بكلر طايرين بكلر شايفينه انه ده المدير الفني اللي يعني يعني بص هو ده اللي عود جوزي اللي هتقول لي أصلاً قبل كده كان مسلماني طبعاً لتاريخ مع النادي الأهلي اللي هتقول لي قبل كده أصلاً مش عارف مين أو مين وين لا هم شايفين كل المقاومات اللي كانوا بيحلموا بيها متوفرة في كلر هم شايفين هو الراجل ده اللي ممكن يقرر التجربة بتاع جوزي طيب خليه أقول لكم ان كلر عقدوا مع النادي الأهلي قد يركز معايا بقى الراجل جي في شهر 9 اللي فات مضى كم سنة سنتين مع النادي الأهلي من دلوقتي من دلوقتي النادي الأهلي بيفكر ازاي يمدد التعاقد مع كلر أياً كانت النتائج المقبلة أياً كانت النتائج المقبلة سواء سلبية إيجابية هم الناس عايزين يحافظوا على الراجل ده أطول فترة ممكنة ليه لا؟ ما يقول لك في أوروبا المدير الفني بيعد بالسنين عادي الأهلي نفسه عنده تجربة سابقة مع عامل الجزء بالسنين حتى لو مش مرتين في خلالهم بس بيرجعوا بينجح وفي تناغم وتفاهم ما بين كلر وإدارة الأهلي إدارة النادي الأهلي شايفين المقاومات بتاعت كلر الشخصية وتفكير ويتناسب مع النادي الأهلي فهم عايزين يفضل الراجل ده موجود ليه لا؟ مع الاعتراف مع الاعتراف بأن وارد كولر يخسر بطولة ومن ساعة من جاء الراجل يكسب كل البطولات لحد دلوقتي تمام؟ فلكن في نفس الوقت إيه؟ وارد يخسر طبيعي بس في نفس الوقت لا يكمل ده التفكير جوه النادي الأهلي بخلاف علاقته مع اللعيبة علاقة مميزة بخلاف تعامله النفسي مع لعيبة النادي الأهلي بخلاف التعامل النفسي مع لعيبة النادي الأهلي اللعبة بتحبه أكيد مش كل اللعب عشان يكون وضح معكم لكن الأغلبية بيحبوه والاختبار الأكبر والأهم والأصعب هو نجح فيه دور أفطال أفريقيا اللي دايما الناس يقولك إيه؟ لا لازم الأهلي يجيب واحد مدير فني متمرس في أفريقيا وعارف الأجواء بتاعت أفريقيا ولازم ياخد البطولة الأهلي جاب واحد أول مرة يدمرن في المنطقة لكن في نفس الوقت يا جاعي الحج اللي كان الناس تتكلم فيها زمان أصل الراجل مش واخد على أفريقيا على الأجواء والسفريات والظروف وكلام من ده ده مباش موجود في الكور الراجل من أول كم شهر ليه واخد البطولة هو وهو أول مرة يجي يدرب في أفريقيا في المنطقة العربية كلها فدي حاجة إيجابية عشان كيالناس ينادي الأهلي دلوقتي بتفكر إزاي تمدد التعاقد مع كلر وممكن تتفاجأ خلال الفترة اللي جاية أن الأهلي بيعلن عن تمديد التعاقد مع كلر لسنتين كمان يعني بخلاف السنة النقصة يبقى فيه سنتين كمان فدي جزئية مهمة من ضمن الجزئيات المهمة هقول لك برضو حاجة من الكواليس ومعلومة اللايحة بتاعت النادي الأهلي بتاعت اللاعب بتقول إيه بتقول لك أن في حالة فوز النادي الأهلي بتقول دورة أبطال أفريقيا فالمكافآت بتصل لكل اللاعب لحوالي 400 ألف جنيه مصري السنة اللي فاتت كانت 300 ألف بالمناسبة السنة دي زادت 100 ألف دي المكافآة بتاعت الفوز بدورة أبطال أفريقيا يعني كل لعب المفروض ياخد كم 400 ألف جنيه مصري مكافآة الفوز ببطولة دورة أبطال أفريقيا وده رقم محترم جدا لكن هل وده اللي بقى جايلكم فيه هل المكافآت ستقف عند كده أنا بقول لك لا فيه اتجاه أن المكافآت تزيد عن 400 ألف جنيه بنسبة كبيرة تمام وقد تصل إلى الضعف يعني ال400 تبقى تمومية قد تصل أنا بقول لك هو المكافآت حتزيد حتزيد عن ال400 ألف لكن قد تصل للضعف تبقى تمومية ألف قد لكن في كل أحوال هي حتزيد عن ال400 فيه حاجات كده بالتحديد ايه الناس بتفكر فيها يقول لك لا فيه بطولات اللعبة بحتاجة فعلا تضعف لها المكافآت لرغم أن اللايحة حلوة وكافية لكن فيه سنس كده بيشتغلوا من خلاله يعني الناس في النادي الأهل فدي برضه حاجة من ضمن الحاجات المهمة اللي حبيت برضه أقول لحضراتكم عليها لكن قبل مختلفة ترجمة نانسي قنقر